أهلا بكم في النشرة الاقتصادية تستضيف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أي في بتعاون مع البنك الدولي النسخة العاشرة من مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي في السادس من ديسمبر المقبل وسيشارك في هذا الحدث السنوي الذي يقام تحت رعاية مصرف البحرين المركزي أكثر من 300 من قيادات الصناعة المالية الإسلامية من علماء وفقهاء ورؤساء تنفيذيين وكبار المسؤولين في البنوك المركزية والسلطات الإشرافية من قرابة 35 دولة حول العالم وقد صرح أمين عام هيئة أيوف الدكتور حامد ميرا خلال مؤتمر صحفي بأن الهيئة نجحت في إصدار أربعة وتسعين معيارا منذ نشأتها لتشمل المحاسبة والمراجعة وأخلاقية العمل والحوكمة كما تدرس حاليا إصدار عشرة معايير جديدة بالريادة والقيادة فيما يتعلق بإصدار السقوك السيادي أو التصوير الخاصة توفير البيئة التشريعية التنظيمية الملائمة ولذلك الدول التي كانت لها سبق في إصدار قوانين أو تشريعات أو تنظيمات فيما تعلق بهذا المجال كان لها أثر في تعزيز إصدار هذه النوع من السقوك يعني على سبيل المثال في البحرين هي دولة لها السبق والريادة في إصدار السقوك وللأخص السيادية ثم كذلك ماليزيا وغيرها من الدول التي لها بصمات حتى الآن أصبحنا نارى دول غير إسلامية تصدر السقوك على المستوى السياد